السمرار الوضع الراهني في اليمن القائم على اللا حرب واللا سلم انعكس على تضخم الاسعار وانهيار قيمة الريال وصعوبات في تقديم الخدمات الحكومية العامة الزياد معاناة المواطنين في المناطق المحررة بعد ان سعت الميليشيات الحوثية خلال الفترات التي تلت الهدنة الى تصعيد حربها الاقتصادية تصعيد تمثل في الهجمات على الاصول البحرية والحظر المفروض على صادرات النفط الخام وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن الى الحديدة واغلاق الطرق والحظر المفروض على انشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة الغاز المنزلي وما حدث مؤخرا من تجميد لاموال شركة الطيران الوطنية اليمنية ما هي الا بعض من المؤشرات الدلة على استراتيجية الحوثي لمحاصرة الحكومة اقتصاديا وتذخيم مناثعه الشخصية لقيادته وجماعاته تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الام قدر ان خسائر الحكومة جراء استهداف الحوثي لمواني تصدير النفط وحرمانها من عائدات الايرادات النفطية مع تكاليف اصلاحات منشآت التصدير قد يصل الى مليارية دولار سنويا نهيك عن ان توقف تصدير النفط وحرمان الحكومة من عوائده قوض قدرة البنك المركزي اليمني في عدن على التحكم في سوق الصرف ومعالجة الاختلالات النقدية كما اجبرت الميليشيات التجار المستوردين للسلع على تحويل بضاعيهم المستوردة من ميناء عدن الى ميناء الحديدة واخذوا منهم قصرا تعهدات بعد من السيراد مرة اخرى عبر ميناء عدن كما منعوا شاحنات الدقيق والقمح والسلع الاساسية والاخشاب والحديد من الدخول برا من المناطق المحرة الى مناطق سيطرتهم وانشأوا لذلك منافذ مستحدثة لمضاعفة الجبايات وبالتالي معاقبة التجار الذين استوردوا عبر ميناء عدن وهي اجراءات اسهمت في تدني حركة الملاحة عبر ميناء عدن في مقابل انتعاش ميناء الحديدة الامر الذي انعكس في نمو ايرادات الميليشيات من الرسوم المحصلة على الشاحنات والبضايا المستوردة عبر ميناء الحديدة والصليفة فيما تلقت الحكومة ضربة اضافية اشتركوا في القناة